في الأيام العشرة الأولى من محرم الحرامة تمارس مواكب العزائي في النجافة مختلفة تقوصها استذكاراً لواقعة الطفة التي لا تخلو من رسالة الانتقاد للوضع السياسي الحالي في البلاد عادات النجافيين في كل عام إحياء أيام عشورة ذكرى واقعة الطفة باتباع مواريث عزائية مختلفة فمنهم من ينصب السرادق ويقيم مجالس العزاء ومنهم من يقدم المأكل والمشرب للزائرين والمواكب المعزية للإمام علي بفقد ولده الإمام الحسين عليهما السلام هناك مواكب تقعد بجلسة عزية وعندها لطم وعندها عشاء هناك مجالس خصائية بالمشاعل هناك نجاف بالمشاعل مختصين هناك ناس بالمشاقات ينزل مشق وكل من وطرفها دولة ما تبذلها البذل هذا كلها تبذل هسا كلها تأكل كلها منصوبة دولة ما تبذل هاتش والوادم كلها تبذل من جابة الخاص كل الوادم وكل إحنا وأبواننا وحلاننا وأولادنا في داع الحسين شعلات نار مثبتة على عمود من الخشب يطلقوا عليها المشاعل يحملها رجل على كتفيه أو عدة رجال بالتناوب ويجبون بها وسط جموع المعزين وهكذا الحال بالنسبة لصف طويل من الرجال يلوحون بالسيوف في أيديهم بموروث يدعى المشق هذا المشق يبتاز به محافظة النجف الأشرف اللي هو حيدار حيدار هذه الحركة بالسيف اللي تعتبر نصرا للإمام الحسين أخذناها من واقعة الطف يبتدأ من يوم سابع اللي هو المشعل مثل ما تتلاحظون وتعرفون أنت أهل هذه المدينة اللي يتعدد الرؤوس مالتها عبارة عن مصدسودة منقعة بنفط أسود تدل على الرهبة والخوف لعيالات الرسول طقوس وعادات مختلفة هي أبرز الموروثات الدينية التي يقيمها النجفيون في أول أيام محرم الحرام تعبيرا عن الحزن لما حدث في واقعة الطف من النجف محمد الغاربي وان نيوز